وفرت فعالية الطريق إلى كوب 28 التي أقيمت في مدينة إكسبو دبي منصة ملهمة لتسليط الضوء على الدور المهم للشباب في منف مكافحة تغير المناخ وأهمية إبراز أفكارهم الخلاقة ومبادراتهم المبتكرة الفعالية تأتي استعداداً لصدافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر كوب 28 على درب الاستدامة تسير دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إطلاقها لفعاليات الطريق إلى كوب 28 في مدينة إكسبو دبي إذ تعد محطة مهمة للشباب والمجتمع الإماراتي ككل تهدف الفعاليات إلى حشد الجهود وزيادة فهم أولويات التنمية المستدامة لأكثر من 3000 فرد من مختلف الفئات تواجدين في كوب 28 اللي يوعي الناس شو هي أسباب الاحتباس الحراري وبيضم أكثر من قمم عالمية عشان نتوصل الحلول للعالم الكيفية تتخلص من مشكلة الاحتباس الحراري اللي ممكن تأثر على البشرية بشكل عام الفعاليات بدأت ببرنامج الورش التفاعلية التي تسعى إلى إلهام وتعليم وتمكين الطلاب لفهم موضوع تغير المناخ ويركز الحدث على أربعة محاور استراتيجية هي المشاركة والعمل والتعبير والتعليم كما يشهد إطلاق مبادرات لدعم مشاركة الشباب في جهود الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ وتعزيز حضور وجهود الهيئات التي تخدم الشباب بحكم أن التغيير المناخي سباق سباق والشباب دورهم مهم جدا فيه فكوب 28 مش مجرد مؤتمر بين عقل بل هو مؤشر لطموح وثقة دولة الإمارات في شبابها وفي أن نحن كشباب قد هذا التحدي وتستعد الإمارات هذا العام لاستضافة مؤتمر كوب 28 بفضل ما تليه من اهتمام كبير بأهمية دعم مبادرات حماية البيئة وإيجاد الحلول المناسبة لتحديات التغيير المناخي وتجري هذه الفعاليات بسواعد رواد المناخ الشباب في مدينة إكسبو لتؤكد محورية دور الشباب في ملف العمل المناخي العالمي ترجمة نانسي قنقر